ملف آخر في حالة من الجدل دلوقتي يشهدها مجلس النواب لأنه بعد حكم محكمة النقد اللي حصل يوم 20 يوليو الإفاد وده كان ببطلان عضوية أحمد مرتضى منصور وأحقية عمر الشبكي بمقعده عن دائرة العجوزة والضقي المستشار عصام الاسلامبولي الفقيه الدستوري والقانوني ومحامي المرشح البرلماني عمر الشبكي قال بأنه مجلس النواب هو مسؤول عن الالتباس لدرأي العام حول القرار القضائي اللي بينص على حقية عضوية الشبكي بمجلس النواب نفى ما تردت حول صدور حكم قضائي بينص بصحة عضوية أحمد مرتضى منصور بعضوية مجلس النواب أوضح أيضا بأنه كان من المقرر أن يؤدي عمر الشبكي اليمين الدستوري بمجلس النواب يوم 7 أو متوقع يوم 7 أغسطس اللي جاي بس الغريب بأنه في أحاديث أخرى وملف آخر وأن حكم المحكمة أرسله رئيس المجلس علي عبد العال للجنة التشريعية لفحصه يعني تفاصيل احنا مش فهمنا لأنه واضح أنه أغلبية القانونيين كانوا موافقين على أنه الأمر بسيط جدا عمر الشبكي هيروح يحلف اليمين الدستوري والموضوع قلس وإحمد مرتضى منصور خلاص ما بقاش عده طيب كان فيه بعد أصريح لحمد مرتضى منصور قال بأنه عضويته لم تسقط حتى الآن بالطعن المقدم ضده يعني ما هي ما سقطتش لأنه ما حدش فهم إيه اللي بيحصل ترجمة نانسي قنقر